طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله في البداية احرص على نشر هذه الحلقة للأهمية القبرى العلامات التي تؤكد أننا في زمان المهدي بل أن المهدي قد اقترب ظهوره بشدة هذه الحلقة لمن يشكك ومن ينكر حط أصاد هذه الأدلة الواضحة جدا التي تعمت أن أسوق الأدلة المباشرة الواضحة وأستبعد الأدلة الغير مباشرة لكي تتضح وتكون الأمور ظاهرة جدا ولا تحتمل أي إرجاف ولا تشكيك العلامة الأولى عشان نخش على طول في الموضوع مباشرة علامات ظهور الإمام المهدي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجمعها أهل العلم والباحثين وحاولوا إجمالها العلامات اللي احنا هنذكرها هي علامات قد يعني تزيد أو تنقص في البداية يعني عايز أأكد قد تزيد أو تنقص ولكن من رؤيتي رأيت أن هذه العلامات أوضح ما يكون أولا العلامة الأولى الواضحة جدا التي أخبر عنها الرسول تبشر بقرب ظهور الإمام المهدي انتشار الحكم الجبري والحكم الجبري هذا المصطلح الذي اختاره لنا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور الذي بيّن أنظمة الحكم من بعده عندما بيّن أن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تكون خلافة على منهاج النبوة وتمكس فينا ما شاء ثم يرفعها الله وقد حدث ذلك في خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم أجمعين ثم رأينا الملك العاض العضود المتوارس الصورة الوهمية للخلافة الراشدة وفي حقيقتها ملك متوارس ومكست في الأمة ثم رفعها الله كما جاء في الحديث ودخلنا في نظام الحكم الجبري الذي بدأ منذ سقوط الدولة العثمانية ودخول الأمة في أقفاص معاهدة سايكس بيكو وتقسمت الأمة الإسلامية ووقعت تحت طائلة الحكم الجبري وأؤكد الذي وصف هذا الحكم أنه جبري هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّن أن بعد انتهاء فترة الحكم الجبري مباشرة تكون خلافة على منهاج النبوة ويكون أول الخلفاء في هذه الخلافة هو الإمام المهدي العلامة الثانية التي تؤكد اقتراب ظهور الإمام المهدي من خلال الأحاديث الواضحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتشار ظلم الحكام اسمع لهذا الحديث ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة وحتى يملأ الأرض جورا وظلما لا يجد المؤمن ملجان يلتجئ إليه من الظلم إيه اللي يحصل بعد كده بعد انتشار واشتداد الظلم فيبعث الله عز وجل رجلا من عطرتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تدخر الأرض من بزرها شيئا إلا أخرجته ولا السماء من قطرها شيئ إلا صبه الله عليهم مضرارا يعيش فيهم سبع سنين أو ثمان أو تسع تتمنى الأحياء والأموات مما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خيره يبقى الحديث واضح جدا يبين لنا اقتراب ظهور الإمام المهدي العلامة الثالثة احتلال فلسطين وتكوين وطن لليهود ولا تقوم الساعة إلا بقتالهم بقيادة الإمام المهدي وقد حدث ذلك وحدث وتحقق أن أصبح لليهود وطنا ويوشك أن يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى بظهور الرجل الذي يقضي عليهم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود وراء الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يا مسلم مش هيقول يا وطني مش هيقول يا قومي يا مسلم تعالى وراء يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه منهم وبالفعل هم بيزرعوا هذا الشجر ويسمحوني أننا بحاول أننا أجمل سريعا لأن الحلقة مش عايزين نطول فيها العلامة الرابعة حصار العراق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي علامة لاقتراب ظهور الإمام المهدي واستمع إلى هذا الحديث حديث في الصحيح يوشك أهل العراق ألا يجب إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذلك قال من قبل العجم وشفنا تحقق حصار العراق وبدأ باحتلال العراق منذ عهد صدام وشفنا الحصار الشديد ومن قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال فاكرين الحديث اللي الناس قالت منعت ومنعت فاكرين منعت ومنعت فقلنا أن لازم يكون منعت لأن منعت ديت زي ما قلنا قبل كده منعت يعني بإرادتها لكن منعت معناها أن حد منع عنها هذا الأمر زي ما العجم كده منعوا وحاصروا العراق وهو حاصل الآن ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجب إليهم دينار ولا مد قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنيها ثم قال عارف دي معناها إيه معناها إيه نهاية هذا الحصار نهاية هذا الحصار الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سكت هنيهة ثم قال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحسي المال حثيا لا يعده عددا اللي هو الإمام المهدي يبقى حصار العراق هو بوابة ظهور الإمام المهدي نهاية حصار العراق والشام ينتهي بإيه؟ بظهور الإمام المهدي وزي ما اتفقنا وبأكد إن بديك علامات والله في غيرها الكثير والكثير بأجمل لك العلامات الأوضح العلامة الخامسة كثرة الفتن في بلاد المسلمين وما رأينا ولن يرى هذا الأمر يعني إلا أهل البصيرة وما رأينا عهد أو زمان انتشرت فيه الفتن في بلاد المسلمين أشد من هذه الأيام والأمر لا يحتاج هدلة ولا يحتاج أي تعليق العلامة السادسة كثرة الزلازل والحديث اللي الرسول عليه صلى الله عليه وسلم أخبر به حديث واضح جدا تعالوا نستمع لهذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل واضح الكلام حديث صحيح فيملع الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا إلى آخر الحديث إذن كثرة الزلازل اللي انتشرت بشدة في السنة الأخيرة 2021 2022 أعلى معدل للزلازل كان في الشهرين اللي فاتوا دولة في 2022 وراجع التقارير وخش على جوجل وشوف كثرة الزلازل لاحظ معايا الست علامات دول أوضح ست علامات وفي غيرهم كتير بس علامات غير مباشرة وفيها أحاديث ضعيفة بس أنا اخترت الأحاديث الصحيحة الواضحة المباشرة علشان تحطها في وش أي واحد ينكر ويشكك أننا في زمان الإمام المهدي وطبعا الأهل التشكيك كتير ويتبقى أربع علامات لم يتحققوا بعد ولكن انتبه معي لأن دايما بنلاقي في التعليقات الناس مش فهمة ترتيب العلامات ومش فهمة كيف ستحدث هذه العلامات وبنقول لهم يعني ارجعوا لكلام أهل العلم والباحثين وبنلتمس لكم العذر ليه لأن الكلام أصلا عن الإمام المهدي كلام قليل جدا وفي محظورات وفي محظورات كثيرة جدا ومنع أهل العلم وجبنوا أنهم يتكلموا في هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله واللي بيتكلم معاكم ده واحد بيعلم الناس العلم الشرعي منذ أكثر من عشرين سنة وأخطب وأدعو وشغال في الدعوة إلى الله وفي تعليم القرآن وعلوم القرآن أكثر من عشرين سنة لكي لا يخرج علي أحد ولكن تتكلم عن الدعاء أنا منهم ولكن يعني زي ما بيقولوا المؤمن مرآة مرآة أخي ودخل كبير جدا ويعني مش عايزين نقول فرض على الدعاء قصرا وجبرا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن في الإجمال لكي تعلم ترتيب العلامات والأحداث ده الموضوع يحتاج لأهل العلم يحتاج لناس عندها علم شرعي فالعلامة أو الأربع علامات اللي هقول عليهم دولة مرتبطين بظهور الإمام المهدي قبيل الظهور يعني قبل الظهور بحاجة بسيطة جدا لأنه علامات انحدثت ستدل بوضوح بوضوح تام أن المهدي قد اقترب ظهوره ويبقى ظهوره مسألة أيام يعني لو لقيت الأربع علامات دول اعرف أن ظهور الإمام المهدي مسألة أيام يعني مش هقول لك مسألة شهور العلامة نقول بقى العلامة السابعة باعتبر باعتبر أنهم عشر علامات تحقق ستة ولسة أربعة العلامة السابعة انحصار الفرات ليه احنا بنقول انحصار الفرات عن جبل من زهب هو علامة قبرى لظهور الإمام المهدي لأن إجمالي الأحاديث بتتكلم أن الفتنة بتاعة الشام فتنة الشام اللي بتمكس في الناس اتناشر سنة وفيه روايات أخرى تمنتاشر سنة ولكن احنا نرجح موضوع اتناشر سنة بتجميع الأدلة تمكس هذه الفتنة اتناشر سنة وتنجلي بانحصار الفرات عن جبل من زهب وفيه روايات بتقول ان هذه الفتنة تنتهي بايه ينادي مناد من قبل السماء ان اميركم فلان والمقصود بيه على الراجح على الراجح الإمام المهدي فانحصار الفرات علامة واضحة جدا لقرب ظهور الإمام المهدي ويوشك ان تتحقق ويوشك جبل الزهب ان يظهر العلامة الثامنة ظهور السفياني ومعنى ان احنا بنقول ظهور السفياني طبعا السفياني تكلمت عنه وحديث حكمة عليها بالضعف ولكن يعني انا رأيت انها علامة يعني قوية من العلامات لان السفياني ايضا ذكر فيه احاديث بطريقة غير مباشرة وكانت احاديث صحيحة فرأيت ان انا اضع هذه العلامة باعتبرها علامة مباشرة ظهور السفياني لاحظ معايا ان السفياني وان كنا نرجح انه موجود الان بيننا ولكن لا يظهر بوضوح ان هذا الشخص هو السفياني الا قبيل ظهور الامام المهدي برضو فهو علامة تسبق ظهور المهدي بشهور قليلة او اقل من كده كمان بكثير العلامة التاسعة ظهور الرايات السود وبرضو الكلام عن الرايات السود طبعا في احاديث صحيحة الرايات السود وان كنا يعني بنقول ان هم موجودين الان وبيتم الاعداد ليهم ولكن ظهورهم بطريقة واضحة لم يحدث بعد ان احنا نقول هؤلاء بعينهم هم الرايات السود لا لم يحدث هذا الامر بعد ولكن هو مرتبط برضو بظهور الامام قبيل ظهور الامام المهدي فترة بسيطة الناس اللي بتقول لسه العلامة دي والعلامة دي لازم تفهم ان العلامات دي هتحصل هتتحقق قبل ظهور المهدي بشهر شهرين ثلاثة على اقصر تقدير على اقصى تقدير العلامة الاخيرة اقتتال سلاسة امراء بعد موت خليفة وهذه العلامة لم تتحقق بعد وان كنا نظن ظن كبير جدا ان هذه العلامة متحققة الان في السعود وفي ملك السعودية وفي الامراء الثلاثة ولكن لم تتحقق بعد وبرضو بنأكد على الناس وبنقول ان هذه العلامة مرتبطة ارتباط وصيق بظهور الامام المهدي قبيل الظهور يعني مش هتحصل الا قبل ظهور الامام المهدي فترة بسيطة ويوشك ان تتحقق طبعا هذه العلامات اللي احنا اتكلمنا فيها ست علامات واضحة مباشرة احاديث صحيحة حطها في عين اي حد من المراوغين الاربع علامات لم تتحقق بعد ولكن علامات مرتبطة بقبيل ظهور الامام المهدي قبل الظهور بحاجة بسيطة يعني مع اسامحونا ان احنا طولنا عليكم ولكن الحلقة دي كانت مطلوبة مني منذ فترة الناس عايزة تجميع الى حد ما للعلامات التي تسبق ظهور الامام المهدي اسمع الحلقة دي واسمعها مرة واثنين واستعرض فعلا وحدد احنا اقتربنا من الظهور ام لا بارك الله فيكم يا والاحباب انشر هذه الحلقة طبعا على اوسع نطاق ممكن اضغط على زر اعجاب بكسافة لكي تنتشر ولكي يعني من قبل المنصة وسارع برضو ان انت تشيرها على اوسع نطاق ممكن بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته